في المرحلة دي من حياتك، حساكي تلعتي بحكمة من كل شيء قعدتي بيه بقيت قعدة قدامي عندك شيء كده من خلاص التجربة قلتي مثلاً أنا موافقة أكلها بدقة لو هعيش مع واحد بحياتك مش لسه بدري على السؤال ده؟ ليه؟ مش أن بحتاجة يبقى في علاقات كثيرة أنا ما عرفش حاجة عن علاقاتك أنا ما عرفش حاجة أنا ما عرفش حاجة أنا بسألك عمتاً يا تجربة واحدة تجربة واحدة لا تكفي بالسنين دي لا تجربة واحدة طويلة زي دي ومش تجربة تقليدية أكيد تلعتي منها بدرس أكيد تلعتي ما أكيد فيه حاجة حتى تجنبيها لو فيه ارتباط قادم ربنا كاتبه لك مش لازم تبيحطها في الدرجة أه أتمنى أه أتمنى أن الإنسان يتعلم من أخطائه يتعلم شيء من أخطائك ده واضح أنها كتفاداحة جداً بصي هقولك حاجة أه الواحد طول الوقت بيتعلم طبعاً أكيد أكيد أنا حاسة أن أنا لسه في نص المشوار ما تعلمتيش حاجة أتعلمت أتعلمت شوية حاجات جوزت عدد السنين دي أتعلمت وانفصلت وانفصلت ومتعلمت أتعلمت أتعلمت من فضلك مصيبة أتعلمت سانية واحدة هقولك أتعلمت إيه أنا أهم حاجة بالنسبالي تعلمتها بجد بجد أني لازم أنا اللي نم جمي في القوضة ما يشغلش تكيف أنا جيت على نفسي كتير أنا بتكلم بجد مش بهزر في حاجات كتير صغيرة أنت بتيجي على نفسك فيها على طول العلاقة علشان أنت معاكي حد أنت معاكي الشريك الحاجات الصغيرة دي مع الوقت ومع السنين بتبقى حاجات مهمة أنت ليه بتستقلي بيها أنا ما بستقلش بيها أنت اللي مستقلة بيها ومش عايزة تقوليها لا هي حاجات مهمة أنا لو مستقلة بيها ما كنتش سألت عنها أنت مستقلة بيها ده حاجة غريبة جدا أنا بضحك على شام يعني هقول إيه للناس هي حاجات أقول إيه ست أقول إيه ست أقول إيه ست مش حاجة مهمة جدا وحقيقية أي ست أي ست عاشت في وقت كده يعني كتير في تفاصيل كتير صغيرة بعد كده في الآخر هتلاقي أن هي يعني برضو بتاكلي براحتك وبتسحي براحتك وبتنابي براحتك وبتطفي التكييف براحتك عشان أنا ما بحبش التكييف حاجات كده تفاصيل كده كتير بجد بقيت أنت يعني خلاص أنت كل حاجة بتحصل في وقت اللي أنت عايزاه لأن أنت مع نفسك بمزاجك إيه أكتر حاجة بتحبيها في حياتك إن أنا أم ورب تمنزل لو في حاجة من طباع ياسمين تحبي تغيريها هتبقى إيه أنا غيرت حاجات كتير بتهيألي بتهيألي غيرت حاجات كتير بس ممكن مثلا في طابعي أنا عندي حاجات طباع في الأكل غلط عايزة أغيرها في الأكل أه بأكل بعق يعني أحب الأكل